أهلاً بحضراتكو من جديد بتوقيت كازابلانكا بتوقيت كازابلانكا الأهل بيضم بطولة جديدة لدولاب البطولات التاريخي في الجزيرة اللقب للأهل والفخر الجمهور العظيم نصر الأهل طار من مصر للمغرب علشان يقول لأفريقيا كلها إن الكرة الصمرة ليها زعيم واحد بس اسمه الأهل الأهل اللي كل يوم بيكتب تاريخ يشرف أي حد بينتمي للكيان العظيم الأهل اللي علمنا الإخلاص والتحدي والأخلاق والانتصار الأهل اسمي من ست حروف لكن محتاج كتب ومجلدات علشان تشرح المعنى والقيمة والتاريخ أهل الرموز والأساطير لسه بيكتب فصل جديد من الحكاية الحلوة حكاية كل أهلاوي عاشق للكيان للي تعود على البطولة والنصر والفخر قلنا لكم إن إحنا الأهلي فخر الأهلنا وولدنا دايما كده نسر عالي وأعظم نادي في كل الكون نجاح كبير قوي لمجلس إدارة الأهلي بطولات كبرى في كل الألعاب وفي كرة القدم ألقاب وإنجازات صعب أي نادي تاني حققها لكن عايز أتكلم عن الكابتن محمود الخطيب الأسطورة والرمز الكبير الراجل العاشق للأهلي والتحمل الكتير علشان الأهلي وجمهوره العظيم الكابتن محمود الخطيب كان نجم كبير قوي كلاعب وكمان نجم كبير قوي في مجال الإدارة تصوروا إن الكابتن الخطيب كان كسب مشترك في كل الألقاب بدور الأبطال 11 لقب كان الخطيب موجود من غير ما ينطأ كلمة واحدة عن دوره وتأثيره وهو لاعب أخذ البطولة في 82 و87 وعده مجلس إدارة في 2001 ونائب رئيس النادي الأهلي في 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وهو رئيس النادي الأهلي في 2020 و2021 و2023 وبعد ده كله بيقولوا إنه مالوش في الإدارة أمان لو كان ليه في الإدارة كان هيعمل إيه تاني إنجازات كبرى مفيش كلام بتثبت قد إيه الكابتن محمود الخطيب كان مؤثر وموجود بكوة في كل البطولات حان الوقت دلوقتي علشان نقول للخطيب شكرا من القلب وزي ما قال للجمهور يوم اعتزاله في 88 ألف شكر بصراحة عايزين كلنا نقوله دلوقتي ألف شكر يا بيبو ألف شكر على كل حاجة حلوة بتقدمها للأهلي ألف شكر على مسيرتك الرائعة ألف شكر على أخلاقك الرفيعة ألف شكر على تمسكك الدايم بمبادئ الأهلي ألف شكر على احترامك لنفسك ونديك ألف شكر على إنكار الزات اللي كل يوم بتعلمه لينا ألف مبروك يا بيبو على اللقب الجديد الغالي وبيبو بيبو الله يا خطيب وإحنا النهاردة في حالة الأشبال بقى على قناة الأهلي وعايزين نشارك كل جمهورنا العظيم ابعتوا لنا صوركم أو ابعتوا لنا فيديو في 11 ثانية 11 ثانية هو اللقب الأخير اللي حصل عليه النادي الأهلي 11 بطولة أفريقية ابعتوا لنا صوركم وبعتوا فيديو لحضراتكم في 11 ثانية وهتكون فرحتكم معنا النهاردة بالبطولة الأفريقية على قناة النادي الأهلي هنعرض كل صوركم وكل فيديوهاتكم على قناة النادي الأهلي النهاردة في برنامج الأشبال إن جمهور النادي الأهلي عظيم وكان ليه دور كبير جداً ودور مهم ودور مؤثر في حصول النادي الأهلي على البطولة 11 في تاريخه لكن تعالوا نروح الأول فيديوهاتنا الحلوة فيديو من الفيديوهات الحلوة اللي احنا هنعرضها لحضراتكم دلوقتي شاب يوم فرحه ساب الفرح وساب المعزيم وساب عرسته وبمجرد انه عرف ان النادي الاهلي مع نهاية صافرة الحكم ان الاهلي اخد البطولة ساب ده كله وبدأ يحتفل مع اصحابه بتتويج النادي الاهلي بالبطولة الافريقية تعالوا نشوف مع بعض الفيديو الحلو ده اكيد الفرحة حلوة ده النهار ده عليسه يوم فرحه فرحته فرحتين فرحت ان هو بيتجوز والحاجة التانية الفرحة الحلوة بالنسبة له اللي كانت يوم سعيد بالنسبة له وبيكمل فرحته انه يشوف النادي الاهلي متوجب البطولة علشان كده ساب كل حاجة في اليوم الحلو ده واحتفل بالنادي الاهلي وبنقول له على الهوى الف مبروك ووش الاهلي ووش عرستك كان حلو عليك في اليوم ده هنشوف برضو فيديو حلو بس الفيديو ده هنتحك من كل قلبنا منه علشان نعرف قيمة جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي ما بيشوفش اي حاجة غير النادي الاهلي تعالوا نشوف الفيديو ده ونعلق عليه بعدي بعد الفيديو ده ممكن اللخصلكه حكاية الجمهور الاهلاوي وهنا احنا دايما بنتكلم عن الاهلي وعظمة الاهلي وسر عظمة جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيلعبها النادي الاهلي ما بيشوفش غير فرقته ما بيشوفش غير نادية تخيلوا لما يكون النادي الاهلي بياخد بطولة وبيتوج من أرض الملعب لو مثلا بطولة الدوري بيهتف للعيبة وقتها ويقول لهم البطولة اللي بعدها الكاس يا أهلي لو الأهلي بياخد الكاس بعدها بيقول لهم أفريقيا يا أهلي البطولة الأخيرة للنادي الأهلي كانت السوبر المصري في أرض الملعب وفي الإمارات جمهور النادي الأهلي ناد على لعبته وقال لهم أفريقيا يا أهلي تخيلوا بعد النادي الأهلي ما بياخد لطولة أفريقيا الجمهور بقول ايه بيكتفي بينادي بيقول وداد ولا رجاء ولا اي نادي تاني لا جمهور النادي الأهلي في الوقت ده بيقول لتناشر يا أهلي علشان كده لما بنتكلم عن عظمة النادي الأهلي وجمهوره لازم تعرف ان سر قوته دايما في جمهوره جمهوره اللي زيان بقول لحضراتكو انه ما بيشوفش حاجة قدامه غير نادية علشان كده دايما النادي الأهلي لما بنتكلم عليه دايما بنقول ان النادي الأهلي رقم واحد ما شاء الله النادي الأهلي بيعمل موسم من أفضل المواسم ليه زي ما بنقول موسم استثنائي في كل حاجة في الألقاب دي البطولة الرابعة للنادي الأهلي ابتدى الموسم بالسوبر المصري أمام الزمالك كاس مصر أمام بيرامدز السوبر المصري أيضا أمام بيرامدز والبطولة الأفريقية متبقلينا إن شاء الله بطولة الدوري العام اللي احنا ناشيين فيها بخطة جيدة عندنا عشر مباريات نكسب منهم خمسة إن شاء الله النادي الأهلي أيضا يتوج ببطولة الدوري ويكون العلامة الكاملة ويكون موسم استثنائي للنادي الأهلي علشان من هنا بنحيل الجيل الحالي الجيل اللي يستحق كل التحية وكل التأدير هرجع لحضراتك وراء شوية في 2017 وقت ما تم أو خد الكابت المحمود الخطيب الفكرة وبدأ يقول أنا هترشح للنادي الأهلي وبدأ يعرض يعرض برنامجه الانتخابي على كل أعضاء الجمعية العمية في نادي الأهلي أنا فاكر اللحظة دي وأنا مع حضراتك وهو في نادي الأهلي الجزيرة وهو بيعرض البرنامج الانتخابي بتاعه وبقول لأعضاء النادي الأهلي ولما بيقول لأعضاء النادي الأهلي كأن رسالته الجمهوري النادي الأهلي وهو بيقول لهم من ضمن البرنامج الانتخابي إزاي نفكر الفترة اللي جاي نرجع بطولة أفريقيا لغيبة بقالها فترة عن النادي الأهلي البطولة المحببة الجمهوري النادي الأهلي البطولة اللي بتحط النادي الأهلي دايما مع الفرق الكبيرة في كاس العالم الاندية وكان ده هدف من ضمن أهدافه وأنا واحد واقف قلت بس دي كورة ليه ممكن الكابتن محمود الخطيب وقتهاي غامر ويقول الفكرة دي أو يقول فيه البرنامج الانتخابي دي كورة فيها مكسب وفيها خسارة في نفس السنة النادي الأهلي وصل للفاينال أمام الترجي وخسر النهاء الأفريقي والمدخلة الوحيدة والمدخلة الوحيدة للكابتن محمود الخطيب في قناة الأهلي كانت وقتها لما طلع اعتذر لجمهور النادي الأهلي وقال بوعدكم ان احنا هنكون تيم وهنعمل فريق ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية هيحصد بطولة أفريقيا وكان السنة اللي بعدها النادي الأهلي عمل تيم محترم في عشرين عشرين قدر ياخد البطولة وفي عشرين واحد وعشرين قدر ياخد البطولة واثنين وعشرين شفنا السنة اللي فاتت اللي حصل لكن النادي الأهلي كان موجود في الفاينال والسنة دي للسنة الرابع على التوالي بيكون النادي الأهلي موجود في الفاينال ويكون النادي الأهلي موجود في الفاينال علشان كده بنقول الكابتن المحمود الخطيب النهاردة الف شكر الف شكر ان كل حاجة بتقولها في البرنامج الانتخابي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بتشتغل عليها علشان تقدر تحققها الجمهور النادي الأهلي ومن هنا بزف الجمهور النادي الأهلي بشرة صار قريبا هيكون فيه خبر صار وحلم انتظره كله جماهير النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بس خلينا دلوقتي الروح بقى لفرحتنا وتليفوناتنا الحلوة مع فناننا الجميل الكبير الأستاذ مجدي كامل تحياتي ليك يا أستاذ مجدي ابو كبات المسائل كل كامت نسامة يا بش الساعد كل سنة والأهلوية والطهيبين والف مبروك البطولة العشرة بطولة أطريقة العشرة الغالية علينا الحداشر المراتي العشرة والحداشرة انا ببارك مراتين للعشرة انا بباركتش على العشرة مش عايزين نحسنك ان احنا الحمد لله يعني ما بنعرفش نعد من كتر بطولات ولا عايزين نعد مش عايزين نعد احنا بيقول الله ما بيش عد احنا الحمد لله بإذن الله في العلالة دايما بإذن الله وكبات الله عايز اقولك ان انا كنت في المعهد علي في المصرحية اه انا كان عندي جنرال بتاع عرض انا بدأ انا دكتور على فكرة في المصرحية اه انا اكتبت العرض وجده اتفرج على المصرح يعني حاجة طب قول لي بقى مشاعرك يا سيدس مجدي اه مشاعرك وانت قاعد وحتى كمان لما النادي الاهل دخل فيه هدف والله يا كابتن عاد انا وعاد قلنا كالقاد الاهل ان شاء الله هيجيب بول ببركة سيدنا محمد وإذن الله هنجيب بول والله العظيم كمان بره يعني والله كان احساس كل جماهير النادي الاهل في المباراة والدعوات شكرا لكل العاملين في كل والمديرين والمدربين واللعيبة والجهاز كل كل الناس اللي شغالة الاهل بيشتغل ما بيبصش لحد حقيقة الاهل بيشتغل باش فاحنا احنا الاهلوية بيشتغل باش حقيقة بنتكلم احنا ربنا بيبجيب بيجيب في الملعب السنة اللي فات اللي ضعت مننا بطولة افريقيا لان حصل علينا الظلم كبير جدا جدا من الجواب بقى اختفى الجواب مش عارفين اي 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 ان كان الاسباب لكن احنا الحمد لله منعم قالها وهو هناك لما شاور وقال ان احنا راجعين ورام ربيع قال ان احنا راجعين تاني ورجعنا وخدناها الحمد لله طب قول لي بقى واحنا النهاردة ما شاء الله النادي الاهلي البطولة الحضاشر البطولة اللي انت ما تقدرش تنسيها برضو لا انا هقول لك بطولة انا قول لك بطولة ومن ستهاشة بكبات ان دا كان يوم عيد ميلاد ابني احنا ايوا 27 حضاشة البطولة العشرة ايوا البطولة لا التاسعة بقى البطولة العشرة انا قول لك البطولة العشرة كان يوم 27 حضاشة دا يوم عيد ميلاد ابني طب هدف مين هدف محمد مجد افشا محمد مجد افشا لا يبال بطولة التاسعة. التاسعة. دي التاسعة دي. اه كانوا في التاسعة. التاسعة. سبعة وعشرين حداشر. ده تاريخ خلي بالك ناس كتير او كل الناس محدش يقدر ينسى التاريخ ده. اقول لك سبعة وعشرين حداشرة دي كان التاسعة مجد افشل ايه القضية ممكن. اه. والعشرة من معون الله والحداشر والانتناشر والجيب والنجاي وكله ان شاء الله بانسي الله. بص يا مشباتي احنا يعني مصر كلها بتفرح لما الاهل بفرح نظر. بجد والله العظيمة. حضرتك اكيد طبعا تبعت شفت السوشل ميديا وشفت الشوارع كانت عاملة ازاي. والناس فرحانة ازاي. سبنا من اي حاجة تانية. ايان كان بعد المسجع العسلات. ما بنقفش عند الحاجات دي كتير. نبصلها وندحك بس. ولا الزمسة. الحمد لله كل الناس. مين اول واحد باركتله بعد البطولة الحداشر وبعد تتويج النادي الاهل. كان كلمت عادل اللي هو كان كان فيه. عادل. سلام نا العدل كتير. طبعا كلنا. والاصدقاء. وكل الناس كلاة عارفة لانا اهلاوي جدنا. مشباتل. الحقيقة طب. الناس كلها بيتهليني كمان على اا الهلاشر بيقولهم ان شاء الله. انت طبعا اتتعاني طبعا وكانت نحذيم وسطا فى نقول هلان ستتناشر. gewoon طبرا الانتاشر بك انشاء الله. ان شاء الله ربنا يفرح لباية جميعا ونفرح بالدورة ونفتح بالسطور الأبريسي اللي جاي ان شاء الله ونروح كاس العالم وان شاء الله بإذن الله نعمل نتيجة علينا بكاس العالم. طب عايزك تقول لي بقى على الهوى دلوقتي وحضرتك يعني فنان كبير وليك اعمال كبيرة وكل الناس اكيد بتفتكر كل اعمالك. قل لي مين من لعبتي الاهل ينفع يدخل مجال فني? او مين بيعرف ممكن يمثل? زينا بالتمسيط كلهم بكلهم. انا بس مين ممكن القريب. يعني بخبرتك كده بقى? بقى حجن لسحات لو بس داخل بتنافس شوية لكن. اه. 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 حجم مستفز. اه. 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 حسين وحسين وو افشة ووش النواي. واقوب. طبعا انا مشكوره طبعا يعني شاب جبيل يعني ربنا يا رب سيلي يا رب وعلي اكتر واكتر ان شاء الله وعلي لطلي طبعا. بنشكر كل اللعيبة يا ابو الكباتل الفن اللي انا بتفرج وانا بتفرج على فورة حلوة وده فن. وده فن. فن اللعب فن السكتيج فن الهزف خز فن النجوان. وده كل ده فن والله يا ابو الكباتل. اه حقيقة. بنشكرك شك. اه. انا بشكرك جدا يا بكباتل. والسلام خاص طبعا لكل الاهلوية. وانا بشكر مدلس الهدارة بالطيادة. محمود الخطيب طبعا انا بشكره جدا على الكل الحاجات اللي استعمل. ومشكره طبعا على الفرع الجديد بتاعة تجمعه الكامل. وانا انا اعضو جمعية عمومية. طبعا طبعا. اهلو كبير. يا ده بصة ابو الكباتل. اهلو وافتاخر. تخطول عمري. العيلة كلها اهلوية. مفيش نشكرك شكرا جزيلا يا سيد مجدي. ونتمنى لك كل التوفيق في اعمالك خلال الفترة القادمة. ناس من يعني الفنان الجميل. مجد كامل واحد من الفنانين المحترمين اللي بقدموا. اعمال دايما هدفة وغوليه جبهور كبير. وكل الناس بتحبوا بنشكرك. شكرا جزيلا. وزي ما قالنا على هوا كمان ما شاء الله اهلاوي كبير. واحنا بنتكلم عن البطولة الحداشر. لازم ندي الجيل الحالي للنادي الاهلي حقه. دايما الناس كانت بتضرب المثل بجيل الفين وخمسة وستة وجيل سبعة وتمانية. الجيل الحالي ما شاء الله بيحقق نفس اللي حققه. الجيل السابق. لما بنشوف بطولة عشرين عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تتا وعشرين. بالعكس. ممكن الجيل الحالي كمان بي ممكن يكون يعني عدة لجالي السابقة في حاجات كتير. لما نشوف النادي الاهلي ما شاء الله اربع مرات كأس علم متتالية. والمرة الخامسة اللي جاية ان شاء الله بالنسخة الجديدة وبالشكل الجديد. ده كلها حاجات تحسب للجيل ده اللي بنقدم له كل التحية وكل التقدير. ولسه مازال عندهم تاريخ كبير خلال الفترة القادمة ان شاء الله يقدروا يسطروا. لازم برضو نوقف عند كولر. كولر المدير الفني المميز. اللي اضاف كتير للنادي الاهلي. واضاف لشخصية لعبي النادي الاهلي. كولر اللي ابتدى الموسم بانتصار كان مهم جدا في الاتحاد المنستيري في بطولة افريقيا. ودايما المدرب شخصية الكبيرة بتظهر في المباراة خارج خارج الديار او خارج ملعبك. لما يفوز في اول مباراة افريقية على اتحاد المنستيري وفرقة محترمة. الدوري التونسي كانت بتنافس الترجل اللحظات الاخيرة في الدوري التونسي. لما تكسبها خارج ملعبها. اكيد يكون عندك مدير فني كبير. ايضا كمان لما ظهرت لحظة صعبة امام سندونز. ازاي المدير الفني قدر يتعامل بعد كده مع الفترة القادمة. ازاي تطور على المستوى الدفاعي وغير طريقة لعبه. وكانت دي نقطة فارقة ومهمة جدا في تتويج النادي الاهلي ببطولة دوري ابتال افريقيا. شفنا تغيير طريقة اللعب اربعة تلاتة تلاتة. وكمان شفنا في المباراة الختامية او المباراة النهائية. امام الوداد في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا. وهو بيلعب اربعة تلاتة تلاتة. والنادي الاهلي متأخر بهدف. وازاي حب يرجع للمباراة مرة اخرى. التغييرات السريعة. تنشيط خط الوسط. ازاي تنشيط النواحي الهجومية. ازاي لما قدرت ترجع بهدف محمد عبد المنعم. افل عمك الدفاعي لنادي الاهلي بنزور رامي ربيعة. دي كلها بتنوم ان عندك مدير فني كبير. علشان كده دايما عظمة النادي الاهلي في جمهوره وفي ادارته وفي اجهزته الفنية وفي لعبيه. ودايما في وحدته اللي بيتجمع عليها جمهور النادي الاهلي. ودايما جمهور النادي الاهلي ما بيشوفش غير النادي الاهلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل. مستمرين في افرحنا مع حضراتكو عن تتويج النادي الاهلي بالبطولة الافريقية الحداشر في تاريخه. فرحة الحداشر مستمرة مع حضراتكو على قناة النادي الاهلي. شوفنا بعد انتهاء المباراة ملايين من الناس خرجوا علشان يحتفلوا بتتويج النادي الاهلي البطولة الحداشر. ايضا كمان في الوسط الفني شوفنا فنانين وانجوم كبار احتفلوا ايضا بتتويج النادي الاهلي بالبطولة الافريقية. معانا دلوقتي على التليفون فنان اهلاوي حتى النخيع. من عائلة اهلاوية كبيرة جدا جدا جدا. وبالمناسبة ابتدى مشواره كمان قبل المشوار الفني في ناشئين النادي الاهلي. قبل ما اقولكم مين? تعالوا نشوف الفيديو ده ليه. وهو بيحتفل بتتويج النادي الاهلي بالبطولة الحداشر. ونرجع نسأله ونشوف انتبعاته. الفنان الكبير والجميل احمد صلاح السعداني مساء الفل والف مليون ببروك على بطولة افريقيا. يا حج وسامة. مبروك علينا كلنا ومبروك لكل الاهليوية. مبروك للكابسل الخطيب ومجلس الادارة. ومبروك لكلر هذا المدرب الرائع. ومبروك للجهاز الفني اللي معاه كله. ومبروك للعائبين كلهم. ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم. مبروك 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 بطولة غالية. بطولة صعبة. بطولة يعني كسب من انياب الاسد زي ما بيقولوا. يعني كان فريق وده الحقيقة. اه. فريق قوي جدا وفريق محترم جدا جدا جدا. وده اللي انت كمان النهائي. اه. هذا الحماس وهذه الفرحة الصغية. يعني انك تجيب البطولة. ايه. في الملعب ده. ملعب الحقيقة الملعب ده صعب جدا. حقيقة. واحنا لقدنا فيه السنة اللي فاتت. وكانت ظروف على رأي الكابتر الخطيب لما كان وقف مع الرئيس السحاد الاصطيخي قال له. اه. اه. لان انا ماروخش العب. اه. ماتش واحد عند المنافس. انما. اه. اصطح ان انا لعبي ايما ماتش واحد فرد محايدة. انما طبعا يا مرضو كانت الغلطة من عندنا. مش عايزين نفتح في الدفاعات اللي هديمة غلطة من السحاد الكرة عندنا. اه. لكن. اه. ربنا بقى اراد انك السنة اللي بعدها على طول. من نفس الملعب تاخد البطولة. حسن كده الحقيقة كان اه. طعمها جميل. تعرف البطولات دايما. حسن. كل بطولة بيبقى لها. يعني انا مثلا اه. اتذكر لحد الوقتي مثلا كاس مصر اللي انت جبتها لنا اربعة تلاتة. ارفين وسبعة. اذكره من حلاوة المطش وصعبته. فهو يعلق بالزاكرة وتفكره كله بكل اهداف. اه. فانا مباراة بارح دي. لا اه. افضل في الزاكرة كتير حقيقة لانه. اه. كانت بطولة صعبة جدا. شفت شفت المباراة فين? قل لنا شفت المباراة فين. في البيت. انا يا باشا في البيت. في البيت انا والعيال وابويا وامي. اه. اه. اتفرجنا في البيت وحتى انا الحقيقة بعد الهدف انا رحت عدت في فضل واحدة كمان لاندي. اه. ضغط العصر. الحقيقة. اه. الحقيقة ما كان يعني. ودي حاجة غريبة جدا. انا طول الوقت عندي صيخة في الاهلي ونحن في اي وقت نقدر نحق المكتب. بس كنت مشفق الحقيقة على على اللعيبة وعلى الجهاز من الضغط الجمهيري. اه. هي جمهور برضو جمهور المغرب جمهور عظيم. حقيقة. اه. اه. جمهور كورة بجد اللي هو اللي وحسنا عندنا هنا. حقيقة. وحتى ملعب مراكب محمد الخامس من ملاعب الصعبة في افريقيا. لما تجيب منها بطولة بتبقى بطولة غالية جدا. اوي اوي. انا عايز اقول لك انا بقعد اتفرج على مطفل وداد والرضاء. علشان انا شوف جمهور اللي بيعملوه. الحاجات دي الاسب اختفت من عندنا. اه. لظروف. نتمنى ان هي ترجع تهاني جمهور الكورة. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قلنا بقى انت اتفرجت على المباراة في البيت. في الاول طمننا بقى على عمدة الاهلوية. العمدة الكبير. سيد صلاح السعداني. ابويا عايز اقولك على حاجة. ابويا بيعملك حاجة. غير انه بيتفرج على مطفلات الاهلي. وغير كده هو مع الاحفاد والعيلة وكده. فدي الحاجة الوحيدة يعني عايز اقول لك ما بقاش حتى يعني مثلا العمل بيتفرج ليه او حاجة. اه اتحايل عليه فيتفرج اه كده على شخصات بيطره ولا حاجة. ده عمدة الاهلوية. بنا دي له الصحة يا رب. رب انا يخليك يا سلام الله يخليك. طب عايز بقى مشاعرك. مشاعرك. وقت ما الاهلي تأخر بهدف. الحالة بتاعتك وقتها كانت ازاي وتشجيعت. وكنت حاسس ان النادي الاهلي ممكن يرجع وقتها وقدر انه يرجع للمباراة تاني مرة تانية. الحقيقة اه النادي الاهلي قادر دايما على صنع المعجزات. ده شفناها انا شفته من هو انا عيل صغير اول ما اتش روحته بحياتي. كان طاينة الافريقية كان تقريبا اتنين وثمين احاق كان بابويا جاية حابدني على حجره يعني. اه. اه. اه لحد اه ما بقيت شح في كده. احنا دايما بنشوف الاهلي بيام حيات غريبة. حاجات اه خارج المقلوب. وخارج الواقع. اه. انما انا اللي ماتش ده اه حقيقة بعد الهدف. اه ما تقدرش اللعيبها دول بشر في في النهاية. فانا لما يخش فيها جون. وجون بدري نوعا ما. وانا في نفس الملعب اللي انا السنة اللي ساتت خسرت فيه الفاينال. فنفسيا اكيد ده هتأثر. اه. تأثير كبير. اه. لكن الحقيقة انا اتفاجئت في الشرط التاني انه حصل اللي هي المحررة دي بقى بتاعت. اه. لأ. مش هينفع. مش هنخسر تالت فاينال من الهدف. ده صعب قوي قوي. يعني الصراحة لو كنا تخسرنا. ايه لا. صعب. ايه لا على الاهلي قوي. ما يكسرش. لأ. ما صعب. وما يكسرش مرتين واربعة من النصر. صعب صعب صعب. اه. اه فكان مع بداية الشرط التاني كان بتتحس انه ان شاء الله بالانفراجة جاية. تيمفراجة جاية. المخرج علقنا في الجول. اخصية. مش فيه. لحد دلوقتي انا مش فاهم اللي تصير ايه اللي حصل. بس يعني الكرة بتطريفها فقري لايه فالفجول قد تسبوعين. يعني يعني انا نصحات ضغط ايه اللحظة. يعني المهم ان الكرة دخلت جول لقى ما تكري. ما فيش افطيب. ما فيش افطيب. ما فيش. الحمد himml. بالوضح المخريك كان عايز يلغي الهدف اه ما شاهده ما تêts طيب الفرحة صورت فيديو وشاركت جمهورك بفرحتك بعد تتويج الناد الاهلي ولسه عرضين حالًا دلوقتي فيديو يعني الفيديو بتاعك كان فيديو حل و انا كنت فرحان اهوية فرحة بعد. معنا على الشاشة بنعرضه حالًا دلوقتي انت معنا على الهوية. اه وانا برقسة. اه. انا كنت فرحان جدًا طبعًا Python كالعادة ومسي قلب جايه بعنات الاهلي عبطول اول ما لقيت الاغاني بقى والبداعشة غلفت بيتها بقى اترسل. لا ده فيه تطور عن كده بسوطورتوش بقى. اه. يا فتا حاجات تاني يعني. عالقاعد والساعة الموضوع السخن بعد كده جمس. انا وتاني يوم طول اليوم انا بسمع مسغل كل اغاني الاهلي وخصوصا في اغنية بتاع تاني رعيد دي بحبها جدا. يعني بسمعها كتير حتى في حتى من غير مطشوط يعني في المناسبات يعني. اول واحد ما ركتله بعد المباراة كانت مين? او اول مكالمة جات لك بعد المباراة كانت مين? من مين? اه من احمد فهم. احمد فهم يا اهلا وكبير برضو. احمد فهمي كان بيصور رسل فلاقيته كلمني على طول. احنا يعني لما بلقى فاضلين اهو بنروح المطشوط تاوي ما بتترك تاوي يعني دايما احنا مع بعض. طيب. اه. طب رسالة منك برضو للجيل الحالي ده م شاء الله جيل برضو يعني بيعمل انجاز الجيل السابق بتاع الفين وخمسة. يعني بيوصل لنهاء البطولة الافريقية اربع مرات على التوالي بياخد منهم تلاتة في كاس العالم الاندية. يا اسامة اللي بيعمل انجاز حقيقي هو النادي الاهلي. يعيني. بجد والله مش يعني انا حقول كلام كده معرفش هو الكلام ده صح والله. ده كلام هو ده النادي الاهلي. بس انا حقول حقول اللي في قلب. جيل اهلتين وخمسة وستة او افتاح ده ده جيل لم يتكرر في تاريخ مصر. حقيقي يعني هو كان فيه كم مواهب. وده انعكس على كوز منتخب مصر في تلات كوز افريقية في عز بقى ما كان فيه دروك بقى وصمو الات وابلاوي سوداء. فهو جيل نادر وهو طب الحقيقة كان منتخب سفين كم منه من النادي الاهلي. اه. فهو كان جيل نادر صعب قوي نوع اه. اه. جيل ده عمل انجاز كبير جدا في في البطولات الافريقية. هذا الجيل اللي هو جيل محترم جدا وكل حاجة وفتاح لكن ما يجيش يعني جنب الجيل ده يعني صعب يعني مقارنة صعبة شويه. لكنه حقا يمكن انجازات تقريبا هتبقى اكتر يعني واختون الزيتين كاس عالم. ماشاء الله. وراح كاس عالم اربع خمسة. والسنة دي المرة تكون مرة الرابعة والسنة جاة تكون مرة الخمسة على التواري. وقابليها بقى انا اتفرقت على فترة ذهبية كانت قابليها من ثلاثة وتسعين لالفين. اه. اه. وكان بس فيه قرار اللي هو بعدم المشاركة في البطولات الافريقية. احنا خدنا سبع دورة ساعتها. اه. وكنا بنخد كل البطولة العربية بناخدها دايما. اه. اه. لو كنا اشتركنا في البطولات الافريقية كنا هناخدها. اه. وقابليها جيل التمانينت. فهو النادي الاهلي هو اللي بيععمل. مش حد بيعمل حاجة للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو من يصنع. بس انا احب بقى حقيقة ان انا وجه تحية وشكر وتقدير واجلال للكبتب محبوض الخطيب. هذا الرجل المحترم المتفاني اللي عاش طول عمره يخدم النادي الاهلي. اه. هذا الرجل اللي. انا متأكد ان محبوض الخطيب لو كنا لقدر لا اخترنا. مكانش هيصلح حسام غالي حسام على المنصة. كان هو اللي هيطلع في حالة الخطارة. اه. ياخدها في صدر. اه. انما في حالة المكتب هو يرجع لورا ويقدم اه. الشباب ويفرح بيهم. اه. هو رجل اه. حقيقة يعني. اه. يعني. اه. يعني. اه. يعني. اه. يعني. اه. يعني. سور. سور ولقاطات حلوة ما تشوفاش غير في النادي الان. على فكرة انا فكر لك. هو دايما النادي الاهلي غاني بقى ابناء. انا حضرت بقى كابتر حسام الحمد. حضرت كابتر انا فكر لك رسالة حلوة اوي. في الفين وسبعتاشر رقم الانتخابات لما عملت رسالة شخصية منك. وقت الانتخابات. اه. قلت لو العمدة. صلاح السعداني نزل الانتخابات. طبعا. قدام الكابتر محمود الخطيب. طبعا. انا انا هدي صوت الى الكابتر محمود الخطيب. طبعا. هو نفسه. هو نفسه. هيدي صوت من الكابتر الخطيب. اه. فانا بباركله هو بشكل شخص الحالة. انه هو برضو. وقت. يعني السنة الفاتمة كان فيه وقت صعب. في. في. بعد ما محمود الخطيب. وكده. وانا بفترة صعبة. كان الكابتر الخطيب هو الوحده اللي بيحاسب على كل المشاريع. عشان كده لازم. في الاواد دي لازم اقول ان الكابتر محمود الخطيب يعني هو رمزه وقائد حقيقي للقلع الحمراء. ويا رب دي ما انت بتتقدم الظهار يا رب. وانت فنان كبير يا سلطان حامد بقى قولنا. الاول بنبارك لك على سره البتع. عمل قصر الدنيا في رمضان. ما شاء الله كان يعني عمل مشاهدات كبيرة جدا. وبنتمنى لك التوفيق خلال الفترة اللي جاية. السلطان حامد بقى. يقول لنا مين من لعب النادي الاهلي ممكن ينفع في التمسيل. ويكون فنان كبير زي احمد صلاح السعداني. يا عم خليه بس خلصوا خورة الاول وبعد كده. هيخلصوا ما تلقش. ما يخلصوا الاول يجابوا لنا البطولات كلها الاول. ان شاء الله. بعد كده ايه. العايز ده يعمل. انا ده الكلام ده لأ. عصنا ما قلت الكهرباء مثلا من ثلاث سنين. اه. يقولوا يا ابني اه انت مجد مجدامك اه فترة عمر في الملاعب. اه. ضحب عمرك ده في الملاعب في الفترة دي. وبعد كده يا سبيدي ده اعمل اللي انت عايزه. بس الفترة دي ركز. فان ده اكل عيسك اللي انت عايز به. هي العيبة دي. لأ ولا تمثيل ولا استعمل عيبة ايه تركز في التعميل. ده يجب لنا بطولات تانية. عايزين لاتناشر. وعايزين انجاز اكبر في الكهرباء. دايما انت عارف جمهور الاهلي ده جمهور صعب. اه. يعني اه. خلاص الصفحة خلصت هيقول لك يلا خلاص الهات اللي بعد. اه. ان شاء الله احنا عندنا دوري. هناخده. ان شاء الله. ان شاء الله. وهيبه مسلم للتاريخ يعني ان شاء الله. استثناء ان شاء الله. والعمل اللي جاي لك بقى يكون فيلم او مساسر عن الاهلي. يا ريت والله اتمنى. حقيقة اتمنى والله. ان شاء الله صعب حاجة زي كده بإذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير احمد صلاح السعداني. نتمنىك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة. ايضا نروح واحنا بنقول لحضراتكم ردود الافعال كبيرا جدا في الوسط الفني. يعني شفنا الاحتفال وشفنا الملايين من كل جماهير مصر. مش النادي الاهلي بس. كانت مصر في الليلة دي الليلة حمرة. كل جماهير النادي خرجت في الشوارع. وزي ما اقول لحضراتكم عندنا فرصة ان احنا نحتفل بالبطولة الحضاشر. قدر النادي الاهلي لما بيلعب بطولة بعدها بيومين تلاتة بتلاقي مباراة ما بيلحقش نحتفل او اللعبة تحتفل او احنا كجماهير نحتفل. لكن عندنا فرصة في البطولة الحضاشر ان احنا نحتفل. عندنا دلاتي مع انا على التليفون فنان جميل كبير. احمد سعيد عبدالغادي. تحياتي لك يا ابو حميد. والف مليون مبروك. ومنورنا على قناة النادي الله يبارك فيك. ومبروك للنادي الاهلي. ومبروك لجمهور النادي الاهلي. ومبروك لنا كلنا. ومبروك لمطر طبعا. الله يبارك فيك يا ام. فرحة كبيرة. قل لي بقى شفت المباراة فين الاول. شفت. كنت في المطعم بتاعي والله اقعد. وكنت يصوتي رايح في الساعة. كان فيه تشجيع جامد وقتها. اه لا لا الموضوع صعب. الحمد لله كانت بطولة حلوة. والأولاد كانوا ركالة. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ان احنا قدنا بطولة دي لانها كانت مهمة او. مهمة او في التوقيت ده كمان. كان عندك ثقة. لما الناس بعد المباراة الاولى اللي انتهت اتنين واحد في القاهرة. وكان فيه ناس متخاوفة شوية. ان الوداد جاب فينا هدف هناك المباراة صعبة. كان عندك شك ان ممكن النادي الاهلي يخسر البطولة. كان عندك احساس النادي الاهلي قادر. بصي يا سامي. انا كنت كابت النادي سايران. عشر ستين كابت النادي بلعبتهم. وعندي اه اقصناعة او انا بخوضها كده. ان المطش النهائي لو مطشين يعني لو رايح جاي. اه. ببعملش ببحسبش اي حاجة غير نهاية الشرط التاني اللي هو هناك او سواء كان هناك او هنا. تمام. ثاني مرة واحد. يعني انا اتنين واحد هنا كانت تمانا طبعا ما يخشش فينا الهدف. لكن اتنين واحد اه كنت متخوف شوية. شوية مش كتير. بس كان عندي عندي سقة موجودة. اه. اه. لما دخل فينا الهدف هناك ما خوفتش. وده الغريب بقى. اه. ما ما قلقتش فالص وقلت الشرط داني هننزل وحنجيب بقوله ممكن نجيب التاني كمان. وكان ممكن نجيب تلات اربعة تجوية مش كمان بس. اه. ما اردش يعني. احتفلت ما احتفلت مع مين بعد المباراة. ولا فضلت برضو في المطعم. والمطعم بقى كلهم اه اه. وبنتي ومقراضكم يعني الناس كلها كده اه حاجة عظيمة يعني. اه. بس اه اه يعني ان شاء الله اللي جاي كمان مش عايزين نسيب قطولة بقى. حقيقة. هو ده النادي الاهلي. اه. خلاص يعني تعال. عندنا فرصة نحتفل الكام يوم دول. علشان هتقفل وبعد كده اتفكر في الدوري اللي جاي ان شاء الله. دوري وعندي سوبر افريقي وعندي عندك كتير والجاس وكله. ان شاء الله بازن الله. رسالة من الفنان الكبير احمد سعيدة غني للاعبة النادي الاهلي وجهاز الفني وكولر على الموسم الاستثنائي اللي بيحتافل بكل جماهير النادي الاهلي. والله برضو انا ضد بحكاية الاستثنائي دي. مش عارف ليه. الاهلي كبير يا سامة. حي. لازم على الاقل احنا منخش خمس بطولات بناخد ثلاث اربعة عمزة. يعني الطبيعي بتاع النادي الاهلي انه يدخل ياخد كل بطولات. اه طبعا. اه طبعا. اه. احنا النادي الاهلي. اه موضوع كبير. النادي الاهلي ده حاجة كبيرة. موضوع كبير او. موضوع كبير. اه رسالتي طبعا ان احنا اه نفضل رجالة. وناخد الدورة بتاعنا اللي مستنينا وناخد السوفر الافريك ان شاء الله وناخد الكاس وكاس مصر ان شاء الله. وعندنا كاس عرب عنديا ان شاء الله. كل ده لازم طبعا انا عارف ان الادارة بتوطب وبتصبب كل حاجة. اكيد. للبطولات اللي جاية دي كلها وبتعمل حساب حواة وغلت حاجة. بس. فربنا معهم ويكرمهم يا رب ويبقوا رجالة وقدل المسؤولية اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله وتكون معنا في مداخلة تانية. والنادي اللي بياخد بطولة الدورة. الفضل. العين هتبقى مركزة اكتر. طبعا. طبعا. لازم يبقى المجهود مضاعف. لازم يبقى تركيز اقوى. كتير. ودي رسالة الكابت المحمود الخطيب بايما لأي فني في النادي اللي بياخد بطولة. عايزين الفترة اللي جاية. ما بنكتفيش من اللي احنا اخدناه. لا 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 طبعا. طبعا. عشان تفضل كبير. لازم تعمل كبير. طبعا. اكيد. بنشكرك شكرا جزيلا يا فنان يا كبير. بنشكرك شكرا جزيلا يا فنان كبير. احمد سعيد عبدالغاني. يعني كانت المداخلة مهمة. وزي ما قلت لحضراتكو. برضو الوسط الفني فيه اهلوية كبار واهلوية متابعين وبشغف في النادي الاهلي. شفنا كل المداخلات وشفنا كل الافراح وكل الاحتفالات. ونروح بقى لجماهير النادي الاهلي. اللي بتفكر في الاختبارات خلال الفترة القادمة. كنا قلنا لحضراتكو في الحلقة اللي فاتت. ان شاء الله النادي الاهلي سيعلن قريبا عن افتتاح الاختبارات. بإذن الله خلاص تم الاعلان. ومن خلال برنامج الاشبال. وكل اللي بتابعونا وكل اللي بيشوفونا دلوقتي وبيشاهدونا عبر قناة النادي الاهلي. بزوف لحضراتكو بشرة صارة. لكل ولد حلم من ضمن احلامه ان في يوم من الايام يلبس تشيرت النادي الاهلي. اختبارات النادي الاهلي ان شاء الله هتنطلق يوم السبت القادم. يوم السبت القادم. زي ما احنا شافين قدام حضراتكو. يوم السبت سبعتاشر ستة. هيكون بداية الاختبارات موليد 2018 و2017 و2016 يوم الاحد 18-6 هيكون 2015 2014-2013 يوم 19-6 يوم الاتنين 2011-2012-2010 ويوم 20-6 يوم الثلاثاء القادم زي النهاردة هيكون موليد 2009 2008-2007 دي مواعيد اختبارات النادي الاهلي النادي الاهلي فتح من النهاردة لللي يحب يشتري استمارة الاشتراك في النادي الاهلي الاستمارات موجودة في كل فروع النادي الاهلي في الجزيرة في الشيخ زايد في مدينة نص في التجمع الخامس الاستمارة موجودة بداية الاشتراك بيكون من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا دي مدة اللي عايز يشتري الاستمارة ويروح في الايام المحددة بالتواريخ والموليد اللي احنا عرضينها قدام حضراتكم ان شاء الله يكون فيه تنظيم كبير فيه استقبال لكل الاعداد لو اعداد كبيرة جدا النادي الاهلي عامل حسابه وقطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو كابتن بادر رجب ايضا على اتم الاستعداد وكافة الاستعداد ان شاء الله ان تكون اختبارات كبيرة ونموزجية للنادي الاهلي ومش هيعد ولا يهرب ولا يفلفص كده زي ما بيقولوها مننا اي موهبة ان الكابتن بادر رجب ان شاء الله متواجد بنفسه في الاختبارات هيكون فيه تنظيم اكثر من رائع نروح للمشهد اكتر والصورة اكتر ونقوله بقى الف مبروك اولا على انضمامك للنادي الاهلي والف مليون مبروك على البطولة الافريقية الكابتن بادر رجب تحياتي ليك يا كابتن بادر تحياتي ليك يا سامة وده حياتي لجمهير النادي الاهلي ومجلس اجارة النادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي البطولة رقم 11 التاريخ والمجد الابطال النادي الاهلي ومجلس اجارته وجمهير النادي الاهلي وشك حلوة علينا ربنا يخليك يا هدي ربنا يخليك كابتن بادر يعني اختبارات النادي الاهلي ومجرد الناس كلها بتسمع موعد اختبارات النادي الاهلي بينشوف توافد اعداد كبيرة ما شاء الله للاختبارات ناس كتير او لعيبة صغيرة كتير حلمة في يومنا تلبس شيرت النادي الاهلي عايزين نتكلم السنة دي ما شاء الله انا شايف ان حضرتك بدء الاختبارات يعني من 2018 انتو هتفتحوا روضة ولا 2018 فعلا لا انا 2018 دي ما اختبارات فعلا انه هم الخمس سنين ايوا واللي هم خمس سنين ونصف يعني قريبين من الست سنين كمام وده وضع طبيعي جدا في كرة القدم ان انت بتبتدي بدري لانه بيبقى عندك على الساعات المفروض ان انت تكون من خلال قطاع الناشئين خدتها عشان تطلع للفريل اول زي الطيار كده اللي بيبقى بيقول له مثلا ده طيار عنده خبرات كبيرة ما عمل اميال كبيرة جدا وطيار لسه عمل اميال صغيرة فتركب مع اللي هو عمل خبرات ده عنده خبرات زبا في الامان بالتالي لعيب كرة القدم في علم كرة القدم الحديثة بقى موجود ان انت تبتدي بدري نمر واحد حبك للنادي نمر واحد البقات المختلفة بيتعرفوا على بعض نمر اتنين بمرحلة تعليمية مش تدريبية مرحلة تعليمية بحثة مش تدريبية بعض الحاجات الجميلة اللي هي فيها العاب طرف هي للولد حاجات فيها السنس بول دي بالنسبة لمرحلة سنية الصغيرة اللي هي المرحلة اكتشاف مرحلة اكتشاف الاولى وبعد كده بتشتغل على الاحساس والسنس مع الولد بحيث انه هو انت بتكتشفه بدري بالتالي بتحضر شغلك بدري قبلها في سلتين ثلاثة اللي هي اول فرقة في قطاع البراعين فعشان كده عملنا بدأنا من السن الصغية ودي حاجة جديدة اول مرة تحصل في مصر وانا كنت عملتها في دولة المرحلة الشقيقة ما كنت شغال ونجحت نجاح مظهر جدا لاني بقى عندنا قاعدة كبيرة جدا وماشي محتاج كل سنة روح تجيب لعيبة بقى عندك ناس قاعدة كبيرة على طول بتطلع ورا بعض الأعمار ورا بعض ورا بعض بسلموا بعض لغاية ما يوصلوا مقطع الناشئين وبالطبعية يوصلوا للفريق الأول وان شاء الله الفكرة ترجح مع النادي الأهل يا كبتن باد احنا النهاردة الاختبارات بدا من 2018 ل2007 ليه 2007 يعني ما عملناش 2005 برضو وجهت نظر حضرتك الفنية الأعمار الكبيرة كبتن وثامة تبقى فيها مشكلة شوية ان ممكن تتكعمل في واحد سنة كده من الأعمار السنية الكبيرة لكن ممكن تتكعمل في مئة لعيد والأعمار السغيرة لأن لست مرحش نادي لكن الوصل 17-18 سنة بيكون في نادي وبشارك في نادي درجة أولى أكيد في نادي ومفروض المرحلة في نادي عندك 18 سنة تلعب فريق أول فأنت مش هتبقى بتلعب يعني مش في نادي أكيد بتلعب الشارع مثلا استحالة أكيد كل اللعيبة بالتالي الحاجات في الاختبارات بالنسبة للعيبة الصغار هي دي اللي بتجمع فيها القعدة من الصغر بالتالي بتعمل الأعمار اللي هي تقدر حتى كمان تطورها يعني يتمرن معك سنتين ثلاثة وقبالك أي أن كان سنه حسب رحلته السنية بالتالي أنت مثلا لو بتشتغل على المرحلة اللي هي بتاعة 27 فأنت محتاج تشتغل على الجانب البدني الجانب التكثيكي يعني بالخططي كل دي حاجات تشتغل عليها عندك سنتين ثلاثة تقدر تلعب فيه لكن اللي فوق كده صعب جدا تمام كابتن بدر النادي الأهل إن شاء الله بالمدربين مستعدين حتى لو فيه أعداد كبيرة في يوم السبت لو إن شاء الله إحنا أعلنا دلوقتي ومن خلال السوشيال ميديا تم الإعلان على اختبارات النادي الأهلي من المتوقع إن الأيام السبت والحد والاتنين والثلاث الأيام اللي تم فيه الإعلان هيكون في أعداد كبيرة جدا النادي الأهلي بقى مستعد بالمدربين بتوع إن شاء الله أنه ما فيش موهبة تعد مننا ولا يا حاجة أقول لك على حاجة يا كفتر نسامة شعار الاختبارات في النادي الأهلي العدل أساس الملك حلو أولا نادي متعرف أن كل العديد الرسالة دي مهمة توصل أولا الأمور كمان أكيد 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 ودي الكلام ده كان موجود قبل كده قبل إحنا ما نيجي وإحنا بنكمله إحنا بنكمل شغل الآخرين يا كفتر نسامة مش بنشتغل لوحدنا فإحنا أنا عنواني في الاختبارات وقولت لمدربين كده العدل أساس الملك اللاعب اللي يستغل يبقى موجود فيtype الاهلي إحنا اللي هنجل وراه وإحنا اللي هنستكتبه وإحنا اللي هنعلمه وإحنا اللي هنضربه عشان يفيد النادي الأهلي اللي هو الزخيرة الأساسية للمنتخبات المصرعية النادي الأهلي ما يشتغلش لوحده بس النادي الأهلي يشتغل لمصر بالتالي إحنا لازم نكون قدة المسئولية معي يا رجالة يتحمل المسؤولية قد ايه هم عايزين مشتائين جدا للاختبارات وقد ايه هم حيب مركزين وانا مع كل ترابيزة هكون موجود مع كل لجنة حطنا هكون موجود اي اختلاف هيبقى الرجوع للجنة ولية عشان الولد ده ما يفلتش مننا ويبقى الظلم وما خاش برسيته لكن احنا بنوعد كل اولاد المور ان انت هتاخد حقك مرة واثنين وثلاثة وده حق مشروع وحق طبيعي جدا لأي ولد عند طموح يمثل النادي الاهلي او عايز يلعب في المتخبات المصرية اخيرا كابتن بهم يعني اخيرا السؤال المكرر دايما النادي الاهلي ان شاء الله هتواجد ايضا في المحافظات وحق برضو جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي يكون موجود في المحافظات في الاختبارات ان شاء الله احنا عاملين خطة كابتن قسامة بالنسبة للنادي الاهلي مش عايزين نالعناها دلوقتي لكن فيه طبعا اختبارات في المحافظات احنا لد في المحافظات مصر كلها من شمالها الجنوبها الغربها كل مصر حالبها ان شاء الله انا والرجالة بتاعت المقتلين اللي معايا ويعني المحافظات دي ان شاء الله احنا تبقى ولادة بلعيبة تيدي النادي الاهلي وتيدي المقتلات المصرية انا متأكد من كده يعني لعيبة الاقالين ديول هم اللعيبة اللي عندهم مساحة يلعبوا يمكنوا هنا في القاهرة ما بقاش عندك ملاعب كتير بقاشين ما بقاش تيدي اماكن تقدر تمارس فيها ويتك او تمارس فيها ويتك من نظر للطرق والعربيات والزحمة وكده لكن في الاقالين في مساحات خالية كتيرة جدا فالولد بينزل يلعب كرة وهو ده اللعيب اللي احنا بندور عليه ان شاء الله بتمنالكم كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن بدر تكون اختبارات ناجحة وموفقة ان شاء الله وكمان يعني تكتشفوا لنا بقى مواهب النهاردة حبيبك كان موجود في التمرين النهاردة ده ابني وحبيبي ابني البكر طبع عشان نقول على الهوى واحد من اللي اكتشفوا من كابتن بدر رجب النهاردة كان في زيارة للنادي الاهلي وايضا موجود في تدريبات كتاعة الناشئين زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم محمد النني النهاردة موجود مع اللعيبة مع كابتن بدر رجب مع كابتن خايد بيب مع كل فريق واعضاء فريق 2008 هو احنا النهاردة كان عندنا تمرينة مع الفريق بتاع 2008 محمد اصر ان هو يجي بريق لي وكان نازل اجازة يعني ويعني كان جاي لي هو حتى مش نايم يعني فرحان جدا ان انا لجعت النادي لان النني اهلاوي عظيم يعني واكتشافات احد اكتشافات العظيمة اللي اكتشافتها واللي اضافت لبادر رجب كان من ضمنهم النني واصر جدا يجي يسلم علي وابريق لي وكان معايا كابتن خالد ديبو وكان معايا كابتن وليد سليمان وكان معايا كابتن احمد ناجي وكان معايا كابتن عظيم الجيال بتاعنا اللي موجود واصر يصور مع الولاد بتوع 2008 وكان سعيد جدا وانا بصراحة شرفت بيلي اننا ده نموذج حي للعيبة اللي موجودة او لاي حد عايز عند طموح عايز يمسل نادي الاهلي ان احد الولاد المخلصين اللي كان موجود في النادي الاهلي كافح منذ الصغر وعمل نفسه بنفسه ولعيب عصامي والس اللي اكبر الاندية في العالم انا وهو نادي الارسل للانجليز انا شايفه ده تواب يتكلم اللعيبة ابرز الحاجات اللي قالها النهاردة النصايح لقدمه محمد النيني لللعيبة النهاردة من خبراته الكبيرة طبعا قال لهم كلام جميل جيد داني ممكن كانت تعلمه هو صغير قد ايه اللعيب لازم يحتاج راحة بعد يوم شوك بيشتغل فيه في التوافل الجراسة او في التدريب تشرب ماء جديد تعاوض السوالي انت فكتها في التدريبات او خلال اليوم تكافح لان كرة القضم كرة القضم دلوقتي تبقى يتحرب حرب حتى من دمنا ما بتقول انا بقى لعب براس حربة انتو الردي بيتحارب عشان تبقى لعيب كورة يبقى عندك تموح ويبقى عندك ثقة ان ربنا هيكرمك تلما انت بتلعب وتقدل عليك وتعمل موجود كبير بالتالي هيبقى لك سواجد في اكبر الاندية مش شرط في مصر بس دائما هم عملوا وخرجوا بره ولعيبهم مميزين بيلعبوا في اكبر الاندية في العالم ويطلعوا من النادي الاهلي ودي دفعة كبيرة جدا ان احنا النادي الوحيد في مصر اللي طلع حوالي من 14-16 لعيب من كطاع الناسين في النادي الاهلي احترف في اوروبا ان شاء الله بحلم وبدعاء كل الجماهير الاهلوية المخلصة والناس المحبة البدر رجب ان انا عيد التجربة دي وتبقى اضافة للنادي الاهلي وتبقى اضافة للمنتخبات المصرية ويبقى عندنا اللي عيب حتسفر برده ان شاء الله ان شاء الله قادر عليها كابتن بدر دي نصايح محمد النني اللعيبة عايز بقى اعرف الكواليس ما بينك وبين النني والحكايات الحلوة بتاعة الزمان لأ النني ده بحيب عظيم النني ده كان النني ده كان ولد من الناس اللي عارب اللي هم تحب بتهضر معاهم لان النني كلامه قليل قوي وولد بتاع ربنا وولد مخلص جدا لأهله خير جدا مع أهله سواء مامط الله يرحمها ناصر النني أحد اللعيبة العزماء من بلدية المحلة ومن أحرف اللعيبة كرة شربت في مصر على تكرة يعني النني من عائلة كروية حقيقة والده لعيب كبير ماشاء الله اه 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 كوائلة كروية وبقول لك اولا ان النهاردة اتفات مع النني انا شوفت ابنه عما كنت عنده كان مضايفني قبل كده السنة اللي فاتت فاختبرت ابنه في حمام السباحة عنده في البنة بتاعته فقلت له يا نني الولد ده حيباحسن منك وبعد اذنك هاتوا النادي الاهلي وانا اودي لأرسنان كوي يقف عن طريقنا يعني كوي فدي من الحاجات اللي كان بني وبنينني يعني كواليس كده خفية اه لكن قال لك يعلموا طولة الـ 11 يا كابتن بدر تتويجي الاهلي وطولة الـ 11 اولا كان سعيد جدا 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 بالنادي الاهلي انه بيقول لي في اوروبا بيعتبروا النادي الاهلي من يعني من الاندية الكبار اه الاندية العظيمة اللي هما اه حتى خصوصاً أنهما بيلعب كاس عالم الأندية بيلعب فرقة كبيرة وبشوفوا الأداء بتاع النادي الأهل والروح اللي بيعابه بها وهم مصوربين جداً أن كل الناس دي حتى اللعبة اللي بيجيبها مبارا عندها نفس الإسراء ونفس الروح وده ما بقاش موجود بكل الأندية في العالم بيقولك أن الأهل دي مدرسة خاصة في التعامل مع لعبته والتعامل مع البطولات الكبيرة بالتالي كان فرحان جداً 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 وبارك لي وبرك لي ما أنا جئت حتى أقل وشك حلو قلت له يا سيدي أنا عايزة بوشك حلو عبرتوا عن ندي الأهل إن شاء الله دائماً وشك حلو يا كابتن بادر ونتمنى لك إن شاء الله التوفيه وفي المهمة القادمة وأيضاً في الاختبارات اللي هتنطلق بعد كم يوم كده وإنت إن شاء الله أده ودود بإذن الله إن شاء الله يا حبيبي بس أنا عايزة كأسامة التنوه أن كل واحد إن شاء الله ياخد حقه وما تلقوش خالص وما تلقطوش على أولادك نصيحة لأولى الأمور سيبه يلعب ويستمتع هو ما يستمتعيني هنستمتع به هيبقى موجود معنا لكن إنت بتلقطوش ما تقولوش بإبس الكرة ورأس لواحدك سيبه هو إحنا هناخد حكتين أنا بغشيرشه قبل ما أمنه معك إحنا هناخد شخصية وكرار هناخد لعيب الكرة عنده شخصية وعنده كرار حتى في السن الصغير وما ليه بيختار رئيس الفصل في السن الصغير في الابتدائي هو ده مدرك؟ مش مدرك لكن شخصية عشان كده ببعز البصل وعنده قرار يقدر ياخده حتى لو المدرس مش موجود كذلك اللعيد بالنسبة لنا كده بتتعامل مع المدرس بتتعامل مع الخصر بتتعامل مع الكرة كل دي قراراته شخصية إن شاء الله تبقى قصص اختيار اللعيبة في الاختبارات كلام مهم ونصيح مهمة لأولئة الأمور واللعبين إن شاء الله هلتحكوا باختبارات الناد الأهل بداية من يوم السبت بنشكرك يا كابتن بقدر شكرا جزيلا ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وزمن تعودتنا دايما في اكتشاف المواهب إن شاء الله خلال الفترة القادمة نشوف مواهب ومواهب للنادي الأهل نروح لفاصل وبعد الفاصل نجمي الأهل السابق الكابتن شريف عبد الفطير أهلا بحضراتكو من جديد الفرحة مازالت مستمرة مع حضراتكو بتتويج النادي الأهل بالبطولة الحضاشر مصر كلها بتتزين باللون الأحمر في البداية بنرحب بضيفي وضيفكو النهاردة واحد من نجوم الأهل السابقين واللي شاهد برضو على البطولة الأفريقية وهو لاعب وتوج بالبطولة كابتن شريف عبد الفضير سأل فقول لك كابتن شريف كابتن وسابة مبسوط جدا بوجوده معاك وبالذات بعد الأحداث الكبيرة الرائعة دي بعد الحدث الكبير طبعا بعد البطولة طبعا اه جاب لك الكاس جنبنا اه بحشني انا بسيكته مرتين قبل كده سنة كام وكام 2012 و13 الحمد لله يعني كنا خدناها مرة في تونس ومرة في استاد كان المولين العرب هنا قدام أورلاندو 2013 مع كابتن محمد يوسف وكابتن حسام البادري خدنا بطولتين أفريقين الحمد لله 2012 كانت الأصعب علشان انت هنا متعدل مع الترجي واحد واحد وهناك الأمور صعبة يعني كانت إلى حد مماشي الظروف مشابهة انت هنا قاكس باتنين واحد لكن الناس كانت على أنا برضو وقدرت أخذ البطولة من بره مصر احنا هنا اتعدلنا واحد واحد تقريبا وكسدنا هناك اتنين واحد هنا يمكننا أنا ماتش أولاني كنا بنلعب في ستادبورج العرب وكنت أنا بلعب باكليفت وكان قدامي وليد سليمان شكر انت بس يا كنت باكليفت وباكريت اللي بالك عن النهائي ده أنا كنت بلعب باكليفت النهائي أورلاندو كنت بلعب باكريت ماجي أنا واغت تلاتة سوبر كمان يعني أنت بتابعت في 2012 كنت باكليفت باكليفت 2013 باكريت باكريت أورلاندو الكونفدرالية كنت باكريت 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 لأ سيو سبورت كنت باكليفت هنا وهناك يعني هنا وهناك فالحمد لله يمكن دايما التاريخ لما تحب تسطره لازم مش هتسطره في أي مكان غير النادي الأهلي ده حقيقي يعني طيب معنا دلوقتي برضو النهاردة ما شاء الله يعني زي ما قلت لحضراتكم في الوسط الفني كان لهم احتفالات خاصة ومعنا كوكابة كبيرة جدا من نجوم الفن وزي أقول لحضراتكم مصر بعد البطولة الحضاشر بقيت لهم مصر كلها تزيانت باللون الأحمر معنا برضو واحد من الفنانين الكبار جدا المعجونين بقى بمية الأهلي أثناء التصوير أثناء عمله تلاحظوا دايما حتى مع تليفونه عشان يشوف نتيجة الأهلي ويشوف مباراة الأهلي ويتابع دايما للأهلي قبل ما أقدمه تعالوا نشوف الفيديو بتاعه وهو مشغول برضو بيتابع مباراة الأهلي تعمل إيه راجو داتي وإحنا أهل خلاص الكورة مقطع بعضها لا دا الأهلي دا الأهلي مشاعدين رغي كتير دا الأهلي أوكي تعمل إيه راجو داتي وإحنا أهل خلاص الكورة مقطع بعضها لا دا الأهلي دا الأهلي مشاعدين رغي كتير دا الأهلي ده لأهلي ده لأهلي ده كان رده ده كلامه الفنان الكبير محمد فراد مسائل فل يا فنان ومنور قناة الأهلي و 1.000 مليون مبروك على البطولة الحضاشة مسائل فل يا كابتن أسامة مسائل فل يا كابتن شريف مسائل فل عليك مسائل فل يا حبابي و 1.000 مليون مبروك للنادي الأهل كل جماهير ومجلس قتد أرصني ودائما يا رب كده المكان اللي احنا دائما نستحقها دائما يا رب صلى الله جبنا فيديو دلوقتي حتى وانت مشغول تليفونك بتتابع مباراة الاهلي يا امضحتي جبت فيديو ايه وانت ماشي بالشارع وفي مباراة للاهلي وحريص انك تفرج على المباراة وماسك تليفونك بتقول هو ده الاهلي لا الاهلي ما ينفعش لا طبعا ده اصلي بتحفل كتير يا كابتون انا ما عرفش انت عجبت عنه حتى بالصب لا ما تلاقش بنا انا ما عرفش في مصر مبارا متابعينك ومرقبينك في كل حتى ما تلاقش طبعا طبعا يا حبيدي الف مليون مبروك اخباركو ايه كله زي الفول قل بقى شفت البطولة الحداشر ازاي للناد الاهلي وكون عندك يقين للناد الاهلي قادر انه يرجع بالبطولة من كذا بلانكة رغم الظروف الصعبة والاجواء الصعبة هناك لا بصت هقولك على حاجة وحيات ربنا والله العظيم تلاتة فكرة اليقين دي انا بتبقى جوايا دايما وحيات ربنا حتى تقاح لك الظروف الموضوع بيزيد عندي يعني كل ما رب كل ما يعني حتى تقولك بداية اللي ما فرجت يعني انا بحس كده وعلى فكرة هي ليها معانا علامات واشترات كتير في موقف كتيرة بكده مش كل البطولات اللي خدناها كانت جايلنا على طبق من دهن بالعكس تماما ومع ذلك انا من ساعة لما عدنا من دور المجموعات بفضل الله اولا واخيرا وبمجهود كل الفريق انا قلت البطولة دي بتاعتنا ان شاء الله او على الاقل على الاقل كل اللعيبة للجهاز الفني بالقداري وكل المنظومة كلها الحتة دي جواها في البطولة طبعا انت مش عارف ايلا هيحصل وربنا هيريد دي بالاخر انت بتعمل عليك وبتصوف النتيجة هتحصل ايه لكن انا كان عندي اليقين وكنت متأكد ان الناد كلها حتى بعد تأخر الاهل بهدف والناد لا يدخل فيه هدف الشوت الاول وكانت الظروف صعبة والجماهير والحكم ما بتبش عليك برضو كابتل السامة اتنين صفر اه اه هو يعني هو الفرق جون اتنين صفر اه من اتنين واحد ما فرقتش لا يا في حالتنا دي لا الجون ده فرق كتير جدا اي نعم دايق هو مش دايق هو وقلق وخوف الناس قلقها شوي طبعا اي حد انا انا عن نفسي واحد من الناس رغم اني كنت متأكد ان شاء الله بإذن الله غير ان احنا اقوى اه فنيا وسيكسيكيا وبدنيا اه لكن الكرة ما لاش كبير فانت متاع هو يعني هم جابوا جونوا في المطش الاولين طب فاهم قصدي اه شوفت المباراة فين اه المطشين شوفتهم في البيت اه لانه المطش الاولين انا ما كنت في الفاهرة المطش الثاني كنت برا كان عندي صغل وخلصت متأخر وجيت تيران اه يعني اللي حقت بالزبط اه جيب في الشوت الاولاني كانت ديها تلاتين من اول حد كلمتوا بعد المباراة عشان تحتفل معاه بقى بتتويج الاهل بالبطولة اه انا امرأته طبعا اللي كنا بنتفرج في الاول لكن اه التلفونات بقى كانت بتجيل انا عارف الاول يعني انه عارفين انا اللي هيبقى انا اللي هيبقى انا اتخف علي انا فالناس كان لها كان بتجلي بتتكلمني بتبريكلي يعني لا بس هو ان شاء الله ان شاء الله الحمد ده رب العامين نها عادت كده بكل خير وسلام لانه اه يعني كده تبقى يعني اه اه لازيزة اه لقدر الله لا لا مش ليست واي ده اللازيزة ديه كلمة محترمة واوية كده ستبقى كاربي يعني اه الفنان الكبير محمد فرج حريص انه يتابع مباراة الاهلي وايضا من الملعب حضرت المباراة الاخيرة لنادي الاهلي كانت مباراة تتويج وكان ليك صور حلوة مع لعب النادي الاهلي كانت مباراة السوبر صح في الامارات اه ده حقيقي كان ماشي تنطف كريم كريم فؤاد وبرونو سابيو اهلي وزمالك في بداية الموسي وكانت اول مباراة للنادي الاهلي مع كولر في تتويج وفي بطولة السنة اه لا لا انا رحت 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 الامارات مخصوص طبعا اه لا لا وبعدين ثمان سنة اه 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 او او اتنا سامة انت انت معجون كورة وكابتن سديف معاك معجون كورة اتو عارفين كويس قوي معنا انك تشوف المطش في التبتيزيون او في الكافي او في اي حتة مهما كانت فاير وزحمة فيها بايبس وحالات حلوة غير انك تشوفه في الاستاذ تماما دي بالي دي خروجة في حد بذاتها يعني وبعدين ده مطش مهم اه اه ومطش الاهلي ومع الزمالك يعني لا لازم نروح طبعا بطولة خاصة دي بطولة اه اه بصة هقولك على حاجة عشان برضو محتاج اوضع حاجة للناس اه عموما كلها بكافشة اه انتمعات حيانة ودي حقيقة انا مش مش بجيب الكلام ده من عندي ولا انا اللي مقلب ودي حقيقة واقع بتصوفه كل يوم مع كل مطش مع كل بطولة النادي الاهلي غير ودي مش حاجة دايق هو ره هو ربنا خلقنا كده يعني النادي الاهلي غير انا مش بتكلم اقسم بالله يا كابتل متامع علشان انا معجون بمية الاهلي ولا الاهلي في قلبي ولا 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 بس كده لا انا بتكلم بعقل في الوقت ده كلام حقيقي احنا في حتة ثانية يا جماعة على مستوى مصر على مستوى افريقيا ودلوقتي بقينا على مستوى الساحر العالمية عاملين ازاي بتاعنا ترتيبنا العالمي اه اه منشستر سيتي واذا لما بعض النادي الاهلي غير في ساهمة بوصوله لكاسة العالمات الاندية دي مش يعني معلش انا اتف الكوبر دايops بيتواصله مع بعض تايمة تايمة. احنا شفنا الاتهاني والرسائل وال전�وياتات من الاندية العالمية بالنسبة النادي الاهلي بعض تطويبه. لأ حاجة حاجة بصot يعني انا بجد انا فخور فخور والله العظيم 3 مهار اعشان لسه كاتبين البطولة او المرح. كلام ده من زمان جدا من ايام كنت ابلع في ده. انا فخور ان انا بحب هذا النادي وبنتمي لهذا النادي لان حبي لي مش مجرد. فوزها البطولة. البطولة خاصة. لا انا 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 ممكن اكلمك عن ناس معينة بعينها في النادي. ممكن اكلمك عن اصطوري بناس معينة في النادي. حتى لو ما بطلت كرة بس 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 جوايا اكلمك على مواقف حترتلي مع ناس كتير او من اصحاب اللعيبة. اكلمك على ناس ايام عشتها في النادي او حكيت عن اه ناس تانية. يعني انت انت انتو الاثنين اصلا يعني تربيطوا وعيشتوا قد كده في النادي الاهلي فانتو الكلام اللي انا بقوله ده وتأكيد عارسينه وحفظينه وعنده رقل. فانا حبي وانتمائي للنادي بجد بجد هو مصدر فخ لي والله العظيم. ان شاء الله نشوفك بقى بتتويج النادي الاهلي وموجود في الملعب ببطولة الدوري بطولة القادمة بازن الله. بازن الله بازن واحد احد جاية ومعانا وعندنا مقشاط مهمة. اكيد. لو في الدوري وعندنا مقشاط مهمة في نهاية السوبر الافريقي وعندنا مقشاط مورد. الاهلي ما بتخلص المتوشته. ايه. فكان الله في العون وربنا يخليه كلنا يا رب دايما ويكرم النادي وكابت المحمود الخطيب ربنا يدي له صحة ويوفقه وينجحه دايما كمان وكمان. وكل اللعيب يا مستر كولر جهاز فني الاداري بجد كلهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ربنا يحرصهم دايما في زيادة ونجاح وتقلق دايما يا رب ان شاء الله. واحنا بنذكر الفنان الكبير والمتقلق دائما محمد فراج على مداخلته وكمان على كل اعماله كانت مداخلة مهمة من الفنان محمد فراج. كابتن شريف فرحة حلوة. اه طبعا طبعا يعني راجل يعني رسوس محمد فراج بيتكلم من قلبه وتحسه من جوه الكيان. الراجل عمال يتكلم بدرجة ان هو عمال ماشي في الشارع هو وزوجته عمال يتفرج على التليفون على المباراة عشان ما فيش حاجة تفوته يعني. اه. فهو واحد مننا واحد زينا يعني واحد من عشاق الدرجة التالتة للنادي الاهلي وجميل النادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي يا سامة في كل مكان وفي كل بيت وفي اي وقت مش هتقدر تستغنى عنه يعني. اه. فده حتة مننا واحنا كلنا كده يعني احنا تربينا دايما النادي الاهلي ده اه اه اتحس احنا عاملين زي البيت كبير. احنا احنا بيت. وهي لسر قوة النادي الاهلي. بالضبط. احنا كلنا قفلين على بعض. كلنا مع بعض. كانت بحمد خطيف برانجو اللي انت خابي لما قطلك قالك عائلة الاهلي. ده حقيقي. ده حقيقي. وده يعني انسب كلمة تتقال على الوضع بتاعنا دلوقتي يعني. كان عندك شك ان الاهلي ممكن يعني ما رجعش ابو المطولة. لا لا خالص بالعكس. يمكن الحمد لله اه ناس كلها كانت متخوفة. انا مش قليقني حاجة. انا بس كان كل ما خوفنا من الاجواء خارج الملعب. خلاص. وطبعا لما يحصل حاجة من الظلم التحكيمة او كده. معيني خلي بقى لك حسنا الجنل اللي جيه. اه. الكرة كمان مش فاول. يعني الكرة كمان بتاع تعالي ما احرزوا منها الهدف الاول دي. ما فيهاش اي حاجة خالص. اه. حقيقة. خالص. الراجل قطع كرة وفي اتجاهه واخدها ورايح. قال لك فاول طبعا دي كلها كان خطأ من الحكم. كنا احنا نخاف من من الامور دي. اه. ولكن انا قبل المبرأة. كان انا الحمد لله كنت قاعد مع ناس يعني لو قلت لك اساميهم اه ناس اه بيعشاؤوا حاجة اسمها كرة القوية. اه. وبيعشاؤوا حاجة اسمها النادي الاهلي. اه. تمام يمكن الحاجة جمال الجرحي والدكتور حسن مصطفى. قامت كبيرة. اه طبعا. والدكتور طريق جيوشي. اه. بالمناسبة لحاجة جمال الجرحي تقول ما احنا عادية مسك السبحة. اه. والله العظيمة. ما طول المطش. ما اللي يسبح. سبحانا عملت نطط. طبعا. حل كل الاهلاوات. حلنا كلنا. والله العظيمة. لدركة نوات داني السبحة دي دي. قال لي خد بقى السبحة دي رخدتها خلاص. السبحة معاي. انا كنت عايزة له على السمعة بتاعتي. يقولوا. السبحة دي هي سر المكسب. اه. النهاردة. طبعا. الحاجة جمال الجرحي انت عارف واما عشاق النادي الاهلي. واما حبي النادي الاهلي في من سنين طويلة يعني. اه. فدي كانت حالتنا واحنا بنتفرج وبنشاهد المبارة. اه. اه. الاجواء الشوط الاولانة وساما خلينا نتفق ان ما كانش فيه كورة. من الطرفين. من الطرفين. من الطرفين. واللي ناجح في ده هم. هم عايزين يشدوك للحتة دي. اه. عايزين يأثروا عليك بالسلب. بضغط الجماهير. وضغط من الحكم. وضغط من اللعيبة تشدك. والدرجة ان فيه بعض اللعيبة عندنا اتوتروا. بس الحمد لله بقى تحصل بكل ريو. ساما شوط التانية. ردت الفعل بتاعت اللعيبة في الملعب الهدوء. ايه. وبالذات بعد ما الملعب كله بقى مليان الدخام بتاع الشماريخ. اه. بدأت اللعيبة لو خدت بالك بقى دي خبرة اللعيبة النادي الاهلي. ولسه الشوط الاولاني ما خلص. بدأ الهدوء بتاع اللعيبة. بدأت اللعيبة تهدى شوية. حقيقة. كان فيه فعلات. خلي بالك لعيب الودات لما كان بتوع بتلاقي كهربا بياخد اللعيب واقومه. وهاني وحسن. وناش شايفين الهدوء ده في الشوط الاولاني. ده حقيق. الشوط التانية ممكن كله هنا بقى بيبان دور المدير الفني. الهدوء شخصيته. عملية التحفيز بتاعته هتم ازاي؟ عملية الدعم بتاعته للعيبة. ايه التعليمات الجديدة اللي هت. هتوجيها للعيبة عشان تهديه. فعلا النزل الشوط اهدى جدا. درجة انت لو خدت بها لك. الكورنة اللي احنا احرزنا منه الهدف. كان فيه قبلها كان تمريره. تمريره كتير جدا. وعملية التدوير ومسللسات نزلت. بدأ اه افشا بتحسوا ان هو بقى مركز ستة. بدأ فيه عملية تدوير بشكل كويس. اه في اللاعبين كلهم في ارض الملعب بدت عملية استحواز انتشار هدوء وبدور الكورة يمين شمال وبهدأ عشان ابدأ اجس نبض الفرقة واعمل عملية عادة سرقة للعيبة والحمد لله قدرنا نحرز يجينا كورنر واحرزنا منه الهدف يعني. عايز اسألك عن الادارة الفنية لكولر للمباراة خاصة التغييرات البدري خاصة التغييرات اللي اثمرت عن تغيير في النتيجة وقدت لشكل مختلف للناد الاهلي اعرف جابتك ولكن بعد الفصل. ان كده الفرحة حلوة شريف. اه طبعا. طبعا دايما الفرحة بتلاقي يعني لازم تبقى مبالغة خصية لان بقى فيه ضغوط كبيرة جدا على اللعيبة. ضغوط رهيبة قبل اي مباراة كبيرة بالذات لما تبقى زي النهاية افريقيا زي دي هتلاقي لعبة مضغوطة فاول ما بتحصل هتلاقي فرحة عارمة وهتلاقي بقى هيخرج بقى اغاني او مرة نسمع الكلام على يعني. فطبعا دي طبعا كانت فرحة معبرة يعني عن فرحة اللعيبة بعد البطولة. كان بطولة كبيرة جدا اه تضاف لدولاب اه نادي الاهلي. طبعا نادي الاهلي معودنا دايما على الفرحة العارمة دي. والحمد لله يمكن اللعيبة انت شايف الفرحة اه معبرة يعني. وبعد المباراة ما شاء الله شفنا البرقيات والتهاني والنجوم الكبار اللي كتبوا على صفحتهم كمان الشخصية مباركة للنادي الاهلي. اخر يعني من اخر الرسالة الجميلة واحد من النجوم الكبار. النجوم الكرة التونسية ودايما ليه اراء مهمة وليه اراء مختلفة ودايما كلامه مهم عن النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن طارق دياب اللي كتب على صفحته الشخصية وقال تهانينا الحارة لكابتن محمود الخطيب وكامل اسرة الاهلي على الفوز بدوري ابطال افريقيا للمرة الحداشر. الاهلي يبقى من اكبر نواد الكارة واقربها للعالمية على المستوى الفني والاداري. فهل حان الوقت لنراه على ملعبه الخاص في المواسم القادمة? ان شاء الله كابتن طارق. اولا احنا بنشكرك على التويتل المهمة دي. ودايما على اراءك كمان الفنية وانت بتتكلم عن النادي الاهلي. دايما اراءك العادلة والمنصفة عن النادي الاهلي. وبنشكرك. شكرا جزيلا. كابتن طارق دياب واحد من النجوم الكبار ولما الرأي بيجي من نجم كبير بكون ليه قيمته اهميته يا كابتن شريف. اه طبعا يا كابتن وسامة. يمكن كابتن طارق دياب احنا من اعتبر ده كابتننا كلنا في الكورة. وكمان في التحليل الفني الحيادية ورأيه العادل والحكمة في كلامه. وما فيش يعني تعبير اكتر من جمال كلامه. هو بتكلم عن قيمة النادي الاهلي. وهدي الحب اللي بيطلع منه هو بتكلم. هو قيمة كبيرة لنا كلنا كابتن طارق دياب وبيمثلنا كلنا. اه لما نجم كبير زي ده يتكلم في حق النادي الاهلي. هو بيعبر عن الجوه. حي. اه وحبه ومدع اه اه شعبية النادي الاهلي في كل مكان. فالراجل بيقول ارأه. فده يعني رأيه احترم. وده قدوة لنا كلنا كابتن طارق طبعا. اكيد من شخصيات المحترمة. وايضا واحد برضو من المعلقين اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي. لما بتسمع دايما تعليقه عن النادي الاهلي وفي مراية النادي الاهلي. لا. بيدي النادي الاهلي حقه. واحد من اللي دايما بيستمتع بهم جمهور النادي الاهلي المعلق الكبير. الكابتن عصام عبدو. مساء الفل يا كابتن عصام. يا كابتن اسامة مساء الخير عليك وعلى اه مشاهدينك وعلى الكابتن شريف. تحيات لك. تحيات لك. تحيات لك يا كابتن. الف مليون مبروك وانا كلية شرف طبعا علاقة الكابتن شريف وعلى تلك كابتن أسامة وانتو الاتنين نجوم كبار جدا جدا قدتوا دوركم في الملعب ونهاردة بتقدي دوركم في المساندة النادي الأهلي طبعا اللي هو بيتزين وبتشرف بيه اي حد يبقى معاه في المنظومة شفت المباراة ازاي كابتن عصام والله الاول كابتن أسامة طبعا شفت المباراة كانت ما كانش فيه حد عنده شكل اطلاق انا كابتن في النادي الأهلي هو افضل فرقة فأفريقية نتكلم على منشفة ستيا على مستوى الاوروبي وعلى مستوى العالمي النادي الأهلي هو ريال مدريد بالقرى الافريقية بكل المقاييس وده لان فيه فيه بناء بيتم بشكل مستمر وفيه بناء بعمل عمل متواصلة كابتن أسامة جيل بيسلم جيل ادارة بيسلم ادارة النادي الأهلي دايما كل اللي بيجي يشتغلوا فيه بيهمهم جدا جدا الكيان الكيان هو في المقام الاول وبعد كده الاشخاص وهو ده سر النجاح وهو ده يمكن سر وجود جدا جدا لازم تاخد يعني ده يمكن تضحقها في الوقت في التويدي ده كابتن خطيب حاجة عظيمة جدا جدا راجل اللي عاش في تباشر بطولة اللي ما بيتكلمش اللي بيبعت رسائل كبيرة جدا جدا ويمكن يعني الرسائلة اللي وصلت في مبارات الفايمة لكابتن في المغرب وتقديم كابتن حسام غالي وانك ازاي بتعمل تداول لموضوع الجزء الاداري والرسائل اللي بعتها الأهلي طبعا رسائل عظيمة على غرار كل الأنجار الأوروبية يشتغل بشكل بشكل مختلف تماما تماما في القرى الصمراء طبعا المباراة كانت مباراة ما كانتش سهلة كابتن طبعا بتتكلم برضو على جمهور كبير جدا على فرقة متعودة تحت الضغط الجمهوري بتلعب بشكل كبير جدا مباراة الرزاء والوداد وتبقى بنفس القيمة وتبقى أصعب كمان يمكن تفواته بتاع فهم منظمين جدا لكن لعبة نادي الأهلي لعبة تقدر تراهن عليها تحت أي ضغط تحت أي ضغط تلاقي معيدة نادي أهلي القارك بتاعه كابتن من الصغر هو بتربى من الصغر على اللي المكسب هو الأساس هو الهدف واللي تعادل بالنسبة للأهلي دي بتعتبر بمثابة خسارة جدا جدا كابتن عصام عبد دايما في كل مبارياته اللي بعلق عليها للنادي الأهلي دايما بيشيد بالنادي الأهلي وبمنظومة النادي الأهلي وبلعب النادي الأهلي وبدارة النادي الأهلي وبالجماهير بالمسؤولين بكل ما في منظومة النادي الأهلي اي حاجة نجحة في العالم بتنجح من خلال ادارة المكتب ده مهم جدا المكتب جزء مكمل للملعب يعني الشكل الاداري اللي موجوده الاستقرار واللي فترة من فتراتها لما بيحصل حتى اي وقت دروب وازاي ادارة الاني دايما بيشتغل بجزء من الترميم يعني بيبنوا بجزء وبيرموا متاني مع السرقة بجزء بشكل مستمر وفيش استعجال للقرار ولما بتحصل اي دروب شوية بدار اتعمله معاه بيصبره اختاره من المدرب عظيم زي كولر ده وانا اعتقد ان هذا الرجل في السنوات الجاية يعمل انجازات غير طبعية لانه عنده استقرار كويس قوي وعمل حالة جمالية جمعية للسرقة كويسة وقدر يخرج مجموعة لعيبة وخرج منها حاجات كويسة في الفترة اللي فاتت وقدر يعني يعيد شكل النادي الالي دايما بنتغنى به بتاع 26 و 27 و 28 و 28 و انا بقول دايما النادي الالي عبر كل اجيال وعند قولة اللادي الالي بيتربوا علىهم وصغرهم وده الفارق AGABTEN في الجزء الاداري في توقيت معين وده مهم جدا انت بخدت قرار في توقيت معين غلط بأسر رئيس سنوات طويلة وده اللي النادي الالي بيعمله وده اللي شفناه الحامل حالة جميلة جدا اللي عملها كاب ihmحمود اللي بتمنى ان شاء الله في الامب اللي جاي اخد حقه فشة ريجب جدا ومشPartة عظيمة على المستوى الأخلاقي على المستوى البطولات على الأرقام الكبيرة الشخصية اللي كانت حضرة في 11 بطولة كلاعب كعضو مجلس إدارة يعني كنائب رئيس كرئيس للنادي كرجل بيبعت رسائل على المستوى الأخلاقي مع المستوى الفني مع رسائل الدارية الجميلة جدا اللي بيعملها الكابتن خطيب يعني فرصة والمعلق الكبير الكابتن عصام عبدو موجود معنا على الهواء دلوقتي عايزين نسمع بقى بصوته الحل وجمل وتعبيراته الحلوة هدف معلول مع محمد عبد المنعم هنعرض دلوقتي معنا دلوقتي على الشاشة يا كابتن عصام وعايزين بقى نسمع تعليقك الحل وهو معلود دلوقتي معنا على الشاشة لو كابتن عصام عبد المعلق وهو بيعلق على المباراة وعلى الهدف الحلو ده مشاعرك ايه تكون وانت هتقول ايه في الهدف ده لا طبعا فقر كبير جدا جدا بس النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب دور كبير جدا في في مشوار اي معلق بصراحة. الانو النادي نادي عنده مطلقات نادي عنده قاعدة جمالية جديدة جدا بالملايين. فا حتى احنا اياما كنت موجودين في القناة ال اي ار تي. اه. كل المعلقين ده اصاب كنهما علقوا للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي حاجة عظيمة جدا جدا. لما بتعلق له في زي كده. اه. اه. انا كلام الحمد لله شرف ان انا عشت كل مطلقات مع المعمل الجيزيه مع الجيلة للعصر بالجميل. وطبعا بيبقى له دور كبير جدا يا كابتن وسان. طب عايز اسمع بقى تعليق على هدف ده بردو يا كابتن اصاب. ادينا واحدة كابتن اصاب كده من حاجاتك. ادينا واحدة كابتن الشيباء فاضول بقول لك. ادينا واحدة من حاجاتك. هاجيلة ان شاء الله. وحشتنا يا كابتن. ادينا واحدة حلوة كده. انا سعيد جدا جد. بلحقيقة بالهدف الطريقة كمان يا كابتن والباس. وخلي بالك انا عاجة شيدنا محمد فحمديمان عبدالمنع محمد عبدالمنع داخل لب 1945 مدفع عظيم جدًا。 خلي بليك انا مش يسيبك وحنا على الهوى بقى كده هرقاصك بقى خلي 밝ك انا كنت مهاجم برضى. يعني اه مش يسيبك بقى لاسمع بقى تعليق وجمة حلوة مسكرة أنا صابع عبده. معلول مرفع على عبدالمنع. ادي هو فاول النادي الاهل ومعلول معلول يرفع على محمد tiret من عبدالمنا وaka الهدف الاول الله. اتعاده للنادي آلي. اتعاده للنادي يعود النادي الاهلي صنع البسمة وصنع الاستسامة الاهلي وريال مدريد افريقيا ريال مدريد افريقيا يسجل الان في مرمى في مرمى طريق الوداء الحقيقة من ملعب مختلف والاجواء من الملعب مختلفة لكن الفرحة طبعا لنادي الاهلي النادي الاهلي هو مصدر سعادة كبيرة جدا جدا وزي ما قلت لك دايما بطولاته بتوصل العالمية وخلي بالك كابتل اسامة لو ميت دوري زي بطولة قرية بطولة قرية بتحط النادي الاهلي خلاص على العالمية لان انت نهار ده شفت المجرد مخاد البطولة لاننا نادي مشور سوسيتي بيبارك وبالنادي اولندية الاوروبية بالدارك وبدأ تنهال عليه الجزء الدولي وده وده النقطة اللي انا عاوز نشير الاهليه يا كابتل اسامة اللي احنا لازم نستعب لإستعادات كبيرة بقى لكافر عن الانديان بقى لكابتل اسامة عاوزين ان شاء الله يبقى نفس الملاك الثاني عاوزين نادي ياخد خطوة بقدام بإذن الله وهو يستهل هذا الكلام ان شاء الله يكون فيه البطولة القادمة في كاس العالم يكون فيه عندنا ميتة قوية في السعودية لاننا عايب عنده قاعدة جمالية جدا 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 لاننا بلعب في مصر بالزبط وجماهرنا لك بعادات كبيرة طبعا طبعا بلد عظيمة جدا سعودية بلد بتتطور بشكل كبير جدا والخديج كلها بصراحة الامارات والسعودية الرياضة فيها بشكل كبير جدا جدا تطرى لتات الدية وفيه وفيه صحوة كوية وإن شاء الله نشوف النادي الآن يا رب كده على أعلى مستوى في البطولات الاجئية وببارك لكل جميعه العظيمة المجلس يدارته كابتن محمود الخطيب يعني سعيد جدا جدا نتحق اللقاء بتوت في وجوده وفي وجود مجلس يدارة عظيم جدا وجود مجلس يدارة مميز جدا بنشكرك شكرا جزيلا المعلق الكبير الكابتن عصام عبدو بنشكرك شكرا جزيلا ردود الفعل يا كابتن شريف وكلام عن النادي الأهلي كلام يعني باحترام ويعني لما تشوف الكابتن طارد دياب تشوف المعلق الكبير الكابتن عصام عبدو تشوف الاتواجات اللي اتبعتت من منشستر سيتولاندي العالمية عن النادي الأهلي تدعو الأهلوية للفخر بنادي الأهلي ده حقيقي يمكن الحمد لله جميع الطبقات على جميع المستويات حقيقة ما فيهوش منظرة ولا يعني مزايدة على حد الحب كله جاي من القلب الحمد لله هنبص وسامة الحمد لله انا قاعد معاك كم مكالمات والناس عاملة تبعث لك هي اللي عايزة تخش كتيرة جدا يعني الناس هي اللي طالبة تخش لك ده حب في النادي الاهل حب في قيمة ومكانة النادي الاهل في قلوب كل الاهلوية وانا عايزة اقولي ممكن الحمد لله البطولة دي كانت بطولة مهمة انا اعتبرها رد اعتبار رد اعتبار لحاجات كتيرة جدا انا بالنسبة لي افضل بطولتين في النادي الاهلوية زادت في البطولات افريقيا هم اتنين طبعا بطولة القرن دي على جنب دي البطولة التاسعة البطولة التاسعة دي على جنب الوحدة ولكن دي لها اهداف واهميتها لها اسباب اهدافها واسبابها ان فريل وداد لو كان احرص دي كان هيبقى تلت مرة هتاخدها منك وخلي بالك انت في مشكلة انت التلت مرة تلعب على ملعبه مباراة تالية طبعا منهم مباراة واحدة هي دي اللي كان فيها حاجات اخطاء ادارية كتيرة في حاجات كده برا عننا يعني بسبب الاتحاد الافريقي هو اللي عمل كده يعني كان فيها مش عايز اقول تواطئ يعني ولكن ده اللي حصل يعني في حاجات تهوسمنا بتبقى خارج احنا اللي اتكلمنا في تفاصيل صغيرة هنطلع حاجات مش عايزين نكسر فرحتنا خلينا في اللي الحدث بتاعنا الجميل انا بالنسبة لي البطولة دي حلت حاجات كتيرة جدا اهداف مكسب في اهداف مكسب في قيمة مكسب رد اعتبار للكرة المصرية بالذات لان الوداد لو خد البطولة دي كان يبقى رابع مرة ياخدها والاربعة من هنا من مصر واحدة من الزمالك واثنين من عند الحمد لله عشان كده البطولة دي ليه معاني كبيرة ليها معاني كبيرة واهدافها كبيرة عشان كده لو تبص للتفاصيل بتاعة البطولة مهمة جدا انا في بدالي زي ما قلت لك هي بطولة البطولة القرن بتاعتنا اللي هي الاولى التسعة ودي اللي اتنين دول بصراحة في قيمة كبيرة جدا عندنا وبالذات دي لان انت خدت من المغرب والمغرب العرب الشقيق صعب جدا تاخد منه بطولة على ملعبه حقيقي ملعب محمل وانا لعبت هناك وانا لعبت هناك بتاع خمس ست مرات كتير الملعب ده صعب جدا تطلع بأي نتيجة ايجابية هناك ده ان انت تاخد بطولة من الملعب ده ده تحية وتقدير اه كبيرة جدا خلينا احنا ما اتكلمناش طبعا على النجاح النجاح ده ما بيجيش من الفراغة انت عملت دي وقت تقول لي برضا عملت ايه ده انا اتنططت وانا يعج والله العظيم اتنططت عايز اقول لك حاجة طبعا دكتور حسن مصطفى انت عارف هو محب لكل الاندية المصري خلاص انا خليته ارفع شعار النصر امره مع عملها دي طبعا دكتور لازم ترفع دي والله ما سبت اقول مع عملها وتصورته شخصية جميع طبعا من الناس قامة كبيرة ده ده الرجل اللي رئيس اتحدى الدولي طبعا طبعا فده حاجة من الحاجات يعني ساعة الهدف طبعا انا من الناس اللي كان فيه انفعال غير طبيعي وطبعا الكلام يعني فيه كلمات كتبتاها كده على فيسبوك لحظة معبرة قلت السبحة هي السابة بالنصر واللعيبة والإدارة زي اللعيبة منفجروا بالفرحة زي الوغنية اللي احنا سمعناها من شوية دي طبعا دي لحظات ان شاء الله تعود علينا دايما بإذن الله واحنا النهاردة عاملين حلقتنا كلها احتفالية بمناسبة فوز النادلالي كان يهمنا جدا يكون جمهورنا جمهور النادل الاهل العظيم يكون مشاركنا في احتفاليتنا النهاردة على قناة النادلال عشان كده كنا حابين نعمل هاشتاج ونقول لجمهورنا ابعت صورتك او فيديو فرحتك بالبطولة الحداشر بتشيرت الاهل في حداشر سن علشان كده ما شاء الله عندنا مشاركات من جمهورنا الكبير النهاردة بفرحتهم بالبطولة الحداشر تعالوا نشوف مع بعض ونستعرض مع بعض نشوف فرحة جمهور النادلالي بالبطولة الحداشر بتشيرت الاهل في حداشر عامل 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 مقابلنا لطولة الحداشر هدينه حضره ماد وعليه وا.... ماد والسنه ماد والسنس حاضره ماد والسنه افضل ياه في التالت الشمال من الاسجمال وضع الاسود دايما منشجع الاطال فير الكبير فاري عظيم افدي بعمري وبرده قليل كابتن شريف مع الفرحة الحلوة دي بتلاقي قصوات اهلوية بتطلع تقولك الاثناشر يا اهل طب يا جماعة دونا فرصة انا عايز اقوم لعب بعد اللي بسمعه ده والله يا كابتن سامعنا عايز اقوم لعب والله سامع بص هو ده ده اللي مزروع جوانا كلعيبة وكجماهير خلاص الجمهور عنده انا بيتمقابل الناس دلوقتي بتقولي الاثناشر يا اهلي بص خلاص الجمهور الاهلي مزروع جوه ايه خلاص ده وراسة احنا كده قفلت البطولة دي هات اللي بعدها ومش هتشبع ومش هتخلص احنا النادي الاهلي كده وجمهورنا اتربع على كده عشان كده اللاعبة بتبقى مضغوطة بتاعتنا لازم تبقى فاهم ان انت بتلعب في نادي كبير وسامع في النهاية بس يعني قبل ما يعني نروح لحتة تانية انا لازم نشكر مجلس ادارة كابتن محمود خطيب كابتن محمود خطيب بيرسخ مدق ومبادئ اتربع عليها واخدها من جيل اللي قابله وبيسلمها بص القيم والمبادئ اللي بيزرحها جيل ورا جيل بيسلم بعض ده اللي احنا شفناه ده الحقيقي ده الهدف الحقيقي والاسمة يعني ايه رئيس نادي يجيب رئيس شرفي اصغر واحد موجودي عضو مجلس ادارة يخش رئيس شرفي بص وكل بطولة كده تلعب زكات فردية وجماعية بيودي رئيس شرفي مختلف عضو مجلس ادارة هو اللي بيروح هو اللي بيبعد ده وده كابتن محمود الخطيب بيرسخ ان هو ما بيتبصش لنفسه ولذاته ابدا ما بيدورش على المجد الشخصي لنفسه ابدا والله العظيم يا يوسامة يمكن انا كان ليا موقف طبعا معها قريب بس انا مش هتكلم عنه الحمد لله يعني انا هقول للرجل ده بأمانة كابتن محمود الخطيب بيجبر خاطر ناس كتير بأمانة الراجل ده حب الناس ده مش جاي من فراغ والله صدقني حب الناس ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى فان شاء الله يعني ده المبدأ وده رأيسنا والحمد لله طبعا رئيس من كابتن محمود الخطيب يعني فان شاء الله مزيد ومزيد من البطولات طبعا وكل النجاح والتوفيق ومبروك للمجلس الادارة بالكامل مبروك للجهاز الفني بالكامل واللاعبين على المجهود الرهيب المبزول فترة الأخيرة كل التوفيق للنادي الأهل اللي جاي ان شاء الله وأبقى معاك هنا في الاثناشر ان شاء الله ما أنا كمان ما أنا مقدرش احنا مزروعة جوانا واسم مزروعة جوانا وانت شرفتنا ونورتنا يا كابتن شريف ودايما متجمعين على الفرحة دايما بيذن الله في قناة الأهل ان شاء الله وما كنت سعيد جدا بوجودي معاك وحقيقة حلقة هيلة وكمل مكالمات من الفنانين جميع المستويات كتدخل معاك واسم وده أنا جاح ليكو القناة الأهل احنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنشكر حضراتكم يا رب النهاردة الحلقة الاستثنائية النهاردة بفوز النادي الأهل بالبطولة الحداشر تكون عجبة حضراتكم النهاردة قدرنا مع فريل الإعداد على قدر المستطاع ان احنا نشتغل ونقدم لكم افضل حاجة لان جمهور النادي الأهل دايما يستحق الافضل والافضل ودايما هنا في قناة النادي الأهل متجمعين على الفرحة والنادي الأهل دايما رقم واحد